ليش نكذب على نفسنا؟ احنا الحليف الحقيقي والمسؤول الحقيقي عن سوريا هي روسيا يا اخي ليش دتلوم الدول العربية؟ ليش دتلوم امريكا اللي هي ما تلتزم باتفاقاتها وتعاهداتها؟ روح على الناس اللي التزموا مع سوريا في اصعب حالاتها روح على روسيا روح على ايران ساكتين الجماعة بس من داعش طلع ادخلوا واخذوا حصصهم واتوغلوا وخلصوا مع السلامة الان دخلت تركيا ما تشوفوا لهم يعني حتى تصريحات هزيلة بالموضوع عفوا السيد احمد انا قبل قليل قلت لك انه نستبعد عدم التوافق بين عدة دول على هذه المعركة اللي سميت نبع السلام هي سميت نبع السلام لغرض وضع او جلب قرابة لثلاث ملايين ونص سوري لاجل حمايتهم واسكانهم في هذه المنطقة لضا للتخفيف عن كاهل الاقتصاد التركي يعني هذه العملية برمتها ربما تم الاتفاق عليها مسبقا بأي مؤتمر اتفقوا عليها احنا ما سامعين يعني من حضرتك الان دان اسمع حقيقة لان دان شوف استغراب روسي استغراب ايراني استغراب عراقي العراق ما يدري يعني رئيس الجمهورية برام صالح في اكثر من مرة يتابع الموضوع باستغراب شديد جدا جانا وزير الخارجية الروسي الى بغداد هذا الموضوع ما حد يدري به يتفاجئنا كن نبي يعني هذه الصفقات تحت الطاولة يا ساد احمد يعني لا يمكن ان تكون هذه الصفقات معلنة اطلاقا نحن توقعنا في السابق انه معقدهم السيد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الى بغداد يعني اعطاء المعلومة الى الحكومة العراقية بان هكذا حرب او هكذا تحركات من جانب تركيا ستكون الى شمال الشرق السوري كذلك الولايات المتحدة هذا معلوم يعني هناك اتفاقية بين تركيا وبين الولايات المتحدة الامريكية على اقامة منطقة امنة عازلة في هذه المنطقة وكانت هذه معلومة طبعا وفق اتفاق بين الجانب الامريكي وبين الجانب التركي لكن اليوم علينا ان نتحاضر من الاعداد او الالاف المؤلفة من السجون يعني الموجودة داخل الشمال السوري كذلك في منطقة الحسكة هناك ما يقارب الثلاثة الالاف ارهابي ينتمون الى كافة الفصائل المسلحة هؤلاء هم من عتات المجرمين الذين يعني قتلوا وذبحوا هؤلاء الثلاث الاف اذا ما تم اطلاق صراحهم او هربوا فسيشكلون خطر على الاتحاد الاوروبي على دول الاتحاد الاوروبي اذن اليوم ربما العقوبات التي تلوح بها دول اوروبا ضد تركيا ليست يعني هواء في شبك الان دول الاتحاد الاوروبي متخوفة فعلا مما يحصل في الشمال السوري وهنا نعتقد انه هناك ربما موقف من الدول الاتحاد الاوروبي كما يعني هناك ربما عشرات الجنود او ربما المواطنين الذين كانوا في شمال السوري نزحوا او ذهبوا الى اربيل